نحن نتحدث أكثر عن هذا الموضوع ماذا نفهم منه؟ ما التداعيات التي نتوقعها؟ دكتور رشاد عبدو أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة معي عبر الأقمار الصناعية رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية مساء الخير أهلا بك معنا دكتور رشاد هناك حرب أقطاب أصلا من كوريا إلى سوريا هل نضيف اليوم حربا تجارية بين أمريكا والصين؟ هي أعلنت بالفعل ترامب راجل أعمال وبيقول أنا بيهمني أجيب مكاسب لدولتي وقالها صريحة أمريكا أولا شعار رفعه من ياما كان مرشح وبيأكده كل شوية حتى في المنتدى الاقتصاد العالمي أكده أيوة أنا بأزعم وبقول بأكد أمريكا أولا ومن ثم ابتدى بالصور اللي بينه بين المكسيك الشركات السيارات اللي بتصلع في المكسيك هفرض عليها ضرائب لازم تكي تصلع جوا بلدي كل ده بيحاول يخلق فرص عمله عشان كنا معدل بيطالع عنده الخفض كتير بقى حوالي 3 و 8 من 10 ثم اكتشف أن الصين هو بيقول الصين هي الشر الأكبر من ياما كان مرشح ومن ثم لابد أفرمي للصين لكن خد في سكته ناس تانية يعني الصلب والألمانيومي الأكبر مصدر ليه كندا اللي هي دول النفتة يليها المكسيك يليها البرازيل كوريا كنوبية سمى البرازيل قبل الصين وبالتالي للأسف خبط كتير حتى في أصدقائه الأوروبيين كذلك والأوروبيين مش هنسكتوا والدول دي قالت مش هنسكت إنما الصين كانت سريعة التأثير الصين غير الدول تانية الأوروبيين هنشتكي هنشوفوا نظمة الاتجارة العالمية ياريتنا من البحثات الصين ترجمت انت طبقت علي أنا بطبق عليك في مية تمانية وعشين سرعة وخلي المنتجين بتوعات يعانوا وبالذات في الخضار والفكهة واللقوم والخنزيل وما إلى ذلك بس قيمة هذه مقابل تلك ماذا نفهم منها يعني اقتصاديا فيه أو كتأثير للبلد يعني الذي فرض عليه للرسوم بي الصين تحجد مية ومية وعشين منتج قيمة ثلاث مليارات دولار الولايات المتحدة كانت يعني اللي تحدثنا عنه تصل قيمته لستين مليار دولار أيوة بس ده القيمة الإجمارية الستين يعني هو لسه الإسبوع ده في نهاية الإسبوع ده هيعلن العقوبات زي ما حيك قلت في تقريرك المحترم العقوبات اللي هتترجم على الصين نتيجة إنها بتسرق الحقوق الفكرية الملكية بتاعته وبتام المنتجات مقلدة رخيصة بتاخذ بها أسواق العالم وبتضر أمريكا من وجهة نظر ترامب دير وحدها خمسين مليار إنما برضو الصين بتقول الآتي لو عملت ده يا أمريكا أنا عندي هتطبع على مزيد من السلحة الأخرى فده كله بيقول إنه هي مرحلة شد بين هذا وزيك بخضم ما يحدث هذا وكما قلت حضرتك يعني إلى أي درجة ستبقى هذه الأزمة بين كوريا مع أنه المتحدث التجاري مسؤول التجاري أعتقد نفارو باسم البيت الأبيض قال بأنه هذا لا يعد تصعيدا في التوترات التجارية بين البلدين على أي حال ستبقى بين الصين والولايات المتحدة أم سنشهد بعد هذا تدخلات كما قلت يعني هذا يؤثر على العديد من البلدان على رأسها كندا وحتى داخليا بس لسلمك الكلام في بإغلاق الاثنين هوت الأسهم الأمريكية تفضل طبعا دي التأثيرات يعني التأثيرات هل النهاردة أنت بتعمل لعش تأخذهم الاقتصاد الأمريكي أنت ضررت الاقتصاد الأمريكي لأن النهاردة المنتجين بتريد إلقوا شركات الكمبيوتر بتريد إلقوا كل الكلام دا بتريد إلقوا ومن ثم حدث إيه؟ حدث أنه لابد أن قمت العملة بتاعتك بتتهز وبتقعه والإضافة لشركاتك النهاردة في البورصة وقعت ده مسألة منطقية حتى القرار اللي انت عملت بتاع السورب والألمانيوم من أكبر واحد متأثر بيه؟ شركات السيارات الأمريكية فأنت ما درستش المسألة إنما كان عندك نوع من النواع تغلي تجاه الصين والشر الأكبر زي ما كنت انت بتقول والصين دولة مش صغيرة الصين تاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم زاحت من أربع سنين اليابان والأسوأ من ده إن ده اللي رعب ترامب إن فيه تقدرات بتقولي في خلال ستة سنين قادمين هتيبقى الصين رقم واحد عالميا فهو النهاردة بيأخذ قطوات عشان يفارن من الصين ما تتعداش هذا الدور ولذلك أتصور أن أمريكا هتوعيد حساباتها وزي ما عملت مع كندا ومع المكسيك ومع البرزيل وكوريا أو بتاري تقول طب نعمل توزنات هتضطر أم إنه ستراتيجيته على شوية المدى الطويل لأنه بالنهاية كما قلت يعني هو رجل أعمال من الطراز الأول حتى لو اختلف معه كثيرون أو انتقده كثيرون سياسيا لأنه خلفيته مش سياسية آخر تنهار بس لابد إنه له قراءة معينة بهذا الإطار ماذا يمكن أن تكون اقتصاديا دكتور رشاد بلا جدال تأثير الاقتصادي شفنا كله زي ما نحليك بتقولتي البورصة تأثرت كثيرا سلبا العملة تأثرت كثيرا سلبا لجل أعمال الاستثمار الاستثمارات بتارت تخرج من أمريكا ودي مسألة خطيرة جدا بتارت يهدده فكل ده بيقول إن الموقف طعب جدا وأتصور هيبقى فيه ضغوط يمكن كرمته هتخليه ما يعلنش بشكل سريع أنا ما بتصور أمريكا لابد أن تعلي حساباتها خاصة ما عنداش تأثرت تخسر العالم كله ده حتى خسرت الأصدقاء الأوروبيين من نظام التجارة العالمية فين نايمة فين من نظام التجارة العالمية للمفروض ده ده شغالها الأساسي إنما يبدو أن أمريكا أكبر من نظام التجارة العالمية وكل الدول اللي فيها علشان كده أمريكا هتعيد حساباتها واتراعي ذلك وتعمل نوع من أنواع المؤامات تاخد شئة وقتنا ما لابد تعيد حساباتها وتعيد النظر في هذه الأمور هل يعني في بعض العنوين اليوم يعني وكأن تلمح أو تحق يعني تبدأ قراءة الموضوع بحرب تجارية هل يمكن أن نكون على شفة حرب تجارية أم أنه من يقول هذا اليوم يكون يبالغ لا أنا بتصور برضي مبالغة لسبب هو طبعا أمريكا كان نفسها أمريكا تعودت على أنها تاخد أي إجراء وطيح وما حدش أقول لا لا تعودت على كده فالنهاردة فوجت بأن الصين بتقول لا وفوجت أن لأت الصين دي هتخلي دول أخرى تقول لا وبالتالي أتصورها تعيد حساباتها وتراعي التوازنات بحيث ما تخسرش كتير إنما تحاول تكسب وعشان كده بقول لا ما هاشي مش هتبقى بالحرب الشرسة اللي البعض بتوقعها أنا أشكرك جزيلا دكتور رشاد عبدو أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية شكرا موسيقى